توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهنأة بابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد هذا وقد تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى قداسة البابا والأخوة الأقباط باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة وقال رئيس مجلس نواب إن شعب مصر يقدر للبابا توادروس مواقفه الوطنية التي تظهر للعالم الصورة المبهرة للوحدة الوطنية والتي تؤكد أن المصريين جميعا نسيج واحد